صباح و اهلا وسهلا على الكنان. اليوم بدي اعطيكم مراجعة على الايفون 12 ميني. اصغر تليفون نزلته ابل بسنة 2020. هو عنده مميزات مثله لمميزات الايفون 12 بس بحجم صغير. هل هالتليفون له معنى؟ هل مفروض نحن نفكر فيه لهالتليفون؟ اما لازم نفكر بالايفون 12. بدي اعطيكم خبرتي بعد استعماره لهالتليفون لمدة جمعة. اعطيكم الشغلات اللي عجبتني وشغلات اللي قلقتني خاصة للمشاكل اللي صارت معي على هالتليفون. خاصة مع هالتليفون اللي ليس موجودة بالتليفون الثاني. الايفون 12 ولا البرو ولا حتى البرو ماكس. انا طارق شكرا جزيلا على كل الناس اللي عملوا وتشتراك على الكنال. دعنا نبدأ الفيديو. اعملوا لايك وسجلوا على الكنال حتى دائما تعرفوا لما ننزلكون فيديوهات جديدة. وهذا هو الايفون 12 ميني. اصغر تليفون نزلوه كحجمه للهاتف هو على التليفونات اللي نزلت في سنة 2020. السبب اللي يقول لكم هيك. إذا نطلع على التليفون هون عشمال. هذا الايفون SE. هذا المجيبه أنا باللون الأحمر. إذا نطلعوا جنبه وبعض. نرى ان الايفون SE حجمه أكبر. رغم ان الشاشة عليه للتليفون أصغر. دعنا ندور الشاشتين. نرى ان الشاشة الموجودة على اليمين. 5.4 انش موجودة لفوق. وما عندنا يسموهن البازل. لا موجود اطلاقاً. كلهم صغر. وما ترى هون الشاشة الموجودة على اليمين. 5.4 انش. وبترى انه هي أكبر. رغم ان الهاتف حجمه أصغر. هذه الشغلة كثير منيحة. خاصة انه في فرق تقريباً 300 دولار لما نطلع على السعر. هذا بيبدأ على 399 دولار. هذا بيبدأ على 699 دولار. إذا كنت تجلبوه ان لا معمول للشركة التليفون خصوصياً. بيصير 730 دولار. بيزيدوا عليها 30 دولار. وهذه الشغلة لا أعرف عليها. بيشارجونا 30 دولار زيادة بس بين التليفون الانلاكت والتليفون الموجود لشركة التليفون. الآن التليفون اللي عندي معي هون. بيستعملوا بأميركا على التيموبول. وعننا الخمسة جي الموجودة هون. مثل ما نستنظرينها. البطارية الموجودة هون 2220 ميلي أمبير. صغيرة شوية. بس مثل ما نرى ان الحجم للتليفون صغير. الشاشة 5.4 انش. التنية تي بيستعملوها على 19.5 على 9 الحجم تبعها. كل الشغلات الموجودة لتليفون الابل. الحجم طبع المموري التي تعيتها هون. أربع جيجا بايت موجودة عليها. وعننا عدد أسعار لما نطلع على المموري التي تعيته للتليفون. بقلبه لهذا نعم بيبلش على 64 جيجا بايت. بنا نجيبه 730 انلاكت. إذا بنا نجيبه مثلا على 128 بيصير 50 دولار زيادة 779. ولما نوصل إلى 256 تقريبا ما تصير على 900 دولار. 879 دولار قبل الضريبة هون بأميركا. على الالة الصغيرة هيدا. الآيفون 12 إذا بدنا نقلب عليها بيبلش في 930 بيطلع للتسامية 949. نفس الشيء تقريبا 100 دولار زيادة عنه للصغير. معناته أرخص تليفون منهم لآبل بها السنة الآيفون 12. بيكون 700 دولار و 730. وما بيأتي فيه إلا 64 جيجا بايت ستوريج رواته. من بلش نطلع عن القوة الشاحن اللي علي موجود عليه لهذا التليفون. بنقدر نشارجه هون بـ 20 واط. بدنا نشتر الشارجر به علبة تانية. العلبي اللي بيأتي هون ما بيأتي فيها إلا بس التليفون والشريط. ما فيه شارجر اللي بنقدر نستعمله. بس فيكم نجيبوا للشارجر السريع بيتشارجج على 20 واط. الوائرلس شارجي اللي بيمشي عليها بنقدر نوصل لـ 12 واط عليها. بس بدنا نستعمل الماكساف. هيدا الشغل الجديد اللي نزلته أبل كمان بنفس الوقت. ورغم اللي بجيبوا لها شريط لازم تجيبوا معه شارجر زيادة. لذلك كله يأتي زيادة على التليفون. كله اللي موجود عليه هون عادة. الكاميريات الموجودة هون كله سيكونوا 12 ميجابيكسل. لدينا الـ Standard Focal Length. لدينا الـ Ultra Wide. وعنا كمان الكاميرا موجودة قدام. الـ iOS 14.2 منزلوا عليه للتليفون. لدينا كل الـ Drawers موجودة هون. لدينا الـ Widgets. لدينا الـ Widgets كلهم موجودين. اللي بدنا نعمله عليه للتليفون موجود. لدينا الـ لدينا الـ ونزل الـ Instagram Twitter YouTube Studio لتعمل الـ الـ لدينا الـ لدينا الـ ننزل الصوت هنا. نلعب الفيديو. وهذه هي الحلوة التي نستعملها هنا. نتفرج على الفيديو. نستطيع نقوم بها. نستطيع نظهرها. وليس هناك أيضا. لدينا عمان على الجنب حتى نستطيع الـ بودكاست عليه للتليفون. وعندما ننخلص منها. نقبسها ونستطيع نفتحها وننسكرها. كل الشيء التي نستعملها في هذا التليفون. نتعود عليه أن هذا التليفون صغير. أنا جئت لديه من هذا التليفون الكبير. هذا 11 Pro Max من السينيرجي الماضي. كما نرى حجمه للتليفون. يعني شيء يضحك صراحة. الحجم هذا كبير على هذا صغير. لكن هناك فرق كبير بينهما للتليفون. غير أن هذا التليفون صغير. نتعود على كل شيء. الكاميرا الموجودة هنا ستكون كثير قوية. الكاميرا الموجودة كما تركن الواسعة والصغيرة هنا كمان. الفيديو يركب 4K 60fps على كل اللمزات الموجودة هنا. هنا نستطيع الواسعة والفرانت فيسين. كلهم سيعطونا المميزات الحلوة التي تأتي فيها للتليفون الآيفون. الفيديو تبعهم شيء يجنين. دعني أعطيكم مصرد كثير صغيري الآن. على الكاميرات الموجودة وراء والأدام عليه للتليفون. نبدأ بالكاميرا الأساسية الموجودة هنا. كل الكاميرا تقدر أن أعطينا 4K 60fps على الآيفون. هذه شغلة كثير منيحة. وغيرها هيكي الألوان وكيف الشكل كله بيطلع نفس الشي بين العدد الكاميرات الموجودة. دعني نقلب هلأ الكاميرا الموجودة الورانية. مثل ما قلت لكم 4K 60fps. وبعدها ما نشوف نعمل كاميرا الوايد انجل لانز عليها. هلأ قلبنا على الكاميرا الأساسية الموجودة هون. فينا نعمل 4K 60fps بالسكر. مثل ما عملنا بالقدام. بس الشغلة الحلوة كثير هون. فينا نعمل الشغلة زيادة. فينا نغير الكاميرا الواسعة هون. ونظلنا نسجل على 4K 60fps. هذه الشغلة كثير منيحة على التليفون هكي. نفس 4K 60 على الكاميرا الواسعة العادية من قدام ومن وقت. وقت الصورة دائما بيكون كثير منيحة. خاصة إذا كنت تستعملوا. لذلك ننصحكم أن تأخذوا هذا التليفون. لا تأخذوا التليفون مثل ما أجبتوه. لا تأخذوا 64 كيجا بايت. على القليلة تكون برشوا على 128. وهذا سعره مثل ما قلت لكم. 780 على الآيفون مني. 880 على الآيفون 12. سأخذكم تجربة على السماعات الموجودة هنا. كما لاحظنا أن الصوت وصورة كثير منيحة. الشخص الوحيد الذي لاحظتها أنه عندما عملت السوايب بدلاً ما تفتحت الفيديو مثل ما شاهدناها بالHPo Max. اليوتيوب بعدها لا ماشي بالفلوتنج ويندو التطبيقات كلهم يمشون مضبوطة لعيد الفيديو. نتفلكس والHPo Max لا ماشي. لكن لا أعرف لماذا اليوتيوب بعدها لا ماشي. هناك طريقة نقدر نزبطها. لكن بالسيستام لا ماشي الآن. وآخر شيء نتحدث عنه هلأ كمان. إذا ما تقدر تضينا هذه البطارية الموجودة بقلبه. مثل ما قلت لكم 2220 الموجودة بقلبه لها التليفون. وأنا عندما أستعمله عمد التليفون أستعمله بقيمه من الشرجر ساعة 6 الصبح. ويضييني طول النهار مع استعماله. ما أنه كثير كبير استعمال طبعه بس بيمشي منيح. وبنقدر استعمله بتقدر قيميله على تقريباً 8-9 بالليل على 10-15% موجودة بعض على البطارية. وعندي 4 ساعات ونوص لتقريباً 5 ساعات. ما قلت استعمله عندما تفرر على الفيديو. كل شيء موجود عليه للتليفون. معناته التليفون هذا ما سيضييننا مدة نهارين. يعني إذا نشارجه في الصبح ونستعمله يجب أن نشارجه بآخر النهار. وفي ناس يخبروني كمان أنه بالآيفون 12 والـ 12 Pro نفس الشيء. الـ 12 Pro Max هو الوحيد الذي لديه البطارية كثير كبيرة بقدر يضيين مدة أكتر. ولكن هذه الشغلة ما تستنظرنا. إذا مستعمل آيفون من قبل وتعرفوا أن البطارية لا تضييننا كثير كثير. دعنا نتحدث عن هذه الشغلات التي قلقتني عنه لها التليفون وهي أول شيء تكون البطارية. لا سمح الله إذا أريد استعمله لها التليفون ونسي تشارجه بالليل وتركته على الطاولة. معناته تاني يوم الصبح معودة فيه وتكون البطارية ميتة. أما التليفون يريد يموت. معناته تحطه على الشجر ويريد أن يشارجه من السفر إلى المئة بالمئة. هذه الشغلة يجب على القليلة الآن صارتنا بالـ 2020. البطاريات لا يكونوا مشكلة على تليفونية الآيفون. يجب أن نكون ركز على الشغلات التي نستمتع فيها. هذه الشغلة قلقتني قليلا. معقولة تتضبط بعدين بالمستقبل لما يزبطوا الـ update عليها للتليفون. ولكن على القليلة الآن هذا هو الموجود فيها. الشغلة الثانية التي قلقتني المشكلة تصير معي كل فترة وفترة على الشاشة لما أحاول استعمالها بعد وقت ثاني يوم الصبح. وعام إيمان من الشجر وبدأ استعمالها. ملاحظون أن أفرجكم بالفيديو الآن أحاول أعمل Unlock عليه للتليفون. وأصبعي ما يمشي عليها للشاشة المزبوطة. عم ضلني كبس عليها بقوة. ليس أن أضعها قليلا خفيفة. وما تقدر تلقت كل الكبسات التي أضعها على الشاشة. لذلك ما تضبط مزبوط معي. يأخذ شوية وقت. وبعدين الشاشة تبدأ تستعمل وتمشي مزبوط. هذه الشغلة لا أعرف ماذا يسببها. وماذا يمكننا أن نزبطها. قطيت من الآيفون ولم تضبط معي. اتصلت فيهم وحكيت معهم. لا يعرفوا ماذا يحدث. يجب أن نبدل السماعة. بالنسبة لي أنا مجبور أن أبدل هذه السماعة. سأرى إن شاء الله السماعة الجديدة التي تضبط معي. وكل شيء يحدث هناك وليس يحدث عندي أي أشكال. لكن هذا الشغل تقلقتني على أن هذا التليفون يسميه أول تليفون منه منهم بهذا الحجم ومميزات. إلا أن يكون هناك مشاكل. وهذا الشغل الذي ننتبه عليها. هذا التليفون لديه مميزة كثير خصوصية فيه. هو الحجم منه. من أول شيء نريد أن هذا التليفون الصغير. لماذا؟ لأن الحجم الخمسة فاصلة أربعة ليس من مدة طويلة كثيرا. رغم أن حجمه للتليفون أصغر من التليفون آيفون اسي 2020 الذي نزلوه من شيء كم شهر. الشاشة تقلقته كثير كميحة وكثير كبيرة. تستمتع على الموسيقى على السماعات كثير مناحة. يجب أن تأخذ الأدابتر إذا كنت تستعمل السماعات الشريط. لا تستطيع أن تعمل أي شيء آخر فيها. الشيء الثاني الذي قلت لي. مثل ما قلت لكم أن هذه الشاشة لا أعرف لماذا كل فترة فترة تصبح عندي مشكلة وما تمشي. لا تستطيع أن تقوم بإذكر الشاشة. لا تستطيع أن تصبح فقط على موسيقى. يستطيع أن تقلق التليفون من صفحة إلى صفحة وما تمشي. وتأخذ وقت لتمشي. ولكن عندما تمشي تمشي مضبوط. ولا يوجد لعزر أو شيء يسببها أن تمشي. وهناك الكثير من أشخاص غيرين يخبرون وقالوا نفس الشيء. 5G على هذا التليفون لا يوجد مثله. مجرد أن يكون لديكم الإنسان للـ 5G تستطيع أن تستمتعوا فيه. وأنا قدرت نزلت عليها. دعني أرى بسرعة لكم قد القوة. عملت عليها تجربة عدة مرات أسرع شيء قدرت نزل عليها. 140 وتطلع على 78 ميجابيتس. ولما كانوا تلتة رباعة الوقت على LTE. أنا أقول لكم. عندما طلقوا 5G السرعة ستكون كثير منيحة. هذه الشغلة الحلوة فيها هذا التليفون. بالنسبة لأني هذا التليفون. هيدا للناس اللي بيحبوا التليفونات للآيفون. بس بدهم تليفون صغير. تليفون بيقدر يوصل ووصله أصبعا لفوق. ليطلحوا الـ Notification Shade. ولا حتى الـ Control Center. كله بيمشي مظبوط. بس بالنسبة لأني أعطيت هذا التليفون كثير صغير. بعد ما استعملتوا لمدة جمعة وتعودت عليه. لاحظت كل الشغلات اللي أنا نقصتني لما ما عم بستعمل الشاشة الكبيرة. أول شيء البطارية أبدايه بالضاين. بالتليفون البطارية لم تكن كثير منيحة على 11 Pro و 11 Pro Max. زبطوها بعدين. عشان هكي عندي أمني أن أرى إن شاء الله في المستقبل يأتي منهم لأبل ويزبطوا قوة البطارية. لكن لا أعتقد هذه بالضاين نهارين. كثير صغيرة بالنسبة للتليفونات الثانية. وعندها 5G وعند الكاميريات الجديدة وكلها الشغلات الحلوة. الصوت والصور كل الشغلات التي تجملها التليفون ستكون كثير منيحة. وإذا تفتشوا على تليفون آيفون 12. ولكن تكون هناك شوية صغيرة، الآيفون 12 ستكون كثير منيحة. بالنسبة لألي أنا نصيحتي لكم اشتروا من محل تقدر تبدلوه فيه إذا عندكم مشكلة. لا تشتروا من محل أو مستعمل أو هكذا. لأنه إذا عندكم إشكال بالشاشة وما اشتريتون محل فيكم تبدلوا فيها للشاشة ما فيكم تعملوا شيء والآبل ما بتقدر تعملكم شيء بدلوكم هذا ما سمعين فيها. وما بتصير طول الوقت هذه الشغلة ثانية. أنا الصادفة بالصدفة أني قدرت القطع على الفيديو لفرجيكم إياها. بس عادة ما عندي إياها لها إشكال. سوف نشوف شو يصير. بس أنا على القليل عارف حالي أنه بدي أبدله هالتليفون بتجيب واحد غيره. لأنه هيدا السماعة اللي معي بإيدي هون. عندها مشكلة. ومنية أنه التليفون الثاني ما يكون عنده هالإشكال. يلا. شكرا جزيزين على كل الناس اللي عمدوا اشتراك. خبروني شو رائعكم بالآيفون 12 مني. هذا هو التليفون أنتوا بتفكروا فيه. أم تحبوا التليفونات العادية الـ 6.1. الـ 12. الـ 12 Pro. أم حتى الـ 12 Pro Max. أراكم إن شاء الله بالفيديو الجديد. إن شاء الله تكونوا بخير. مع السلامة.